أسألك بقى على نقطة مهمة بما أنت بقى بدأت في سن صغير فكرة الأكل بما أننا في مهارات عظيمة بقى إحنا عارفين الراضيين أكيد ليهم نظام غذائي كل لعبة بتختلف عن الأخرى صح كده؟ بيها تكنيك وشكل وطريقة أكل معينة الأكل صحي عموماً أياً كان حتى لو كنت بتاكله طول الوقت هل هو كافي بس؟ ولا بيبقى ليكو السيستم معينة؟ يعني يومك بيصحى الصبح بتعمل إيه؟ برضو هذا هيرجع للكاتجري والسن اللي أنا فيه بالسن الصغير نحن نطالب أنه يأكل كل حاجة أي حاجة قدامنا كلها أي لأنه إحنا لسه في مرحلة البناء وفي مرحلة طبعاً كل حاجة دي بعيداً عن الفاست فود والحاجات اللي فيها كل حاجة في البيت يعني وبننقلوش حاجة معينة فهمت الأكل الموجود يتاكل لازم لازم لأننا نبني عضو لكن أكل بيتي ما هو شبقى زي ما نحن في الوقت شغالين على الفاست فود ده ما يصلحش لو الواحد المفروض أنه عموماً وعشان هيبقى رياضي أيوة بعد كده بتخش في المرحلة البطولات بقى والأصعب فيه إحنا عندنا لعبة خصوصاً لعب القتالية عموناً أو أي لعبة فيها فئات أوزان بيبقى كل وزن أو كل مثلاً ثلاث أربع موازين لوحدهم يقاليهم طريقة أكل معينة الموازين دي اللي هو وزن يعني وزن وزن اللاعب حضرتك وزن فوق التقيل أحياناً فيه يعني أول بطولة عالم خدتها كان وزن 180 أيوة بعد كده لما بدأت المنافسة أقوى بقى بالناس 160 كيلو و170 كيلو فلازم أنا أزود وزني فالطرية أن أنا أكل يزيد شوية بطرية التمرين تزيد شوية نسبة الفاتس لازم أزود فاتس هي مصدر الطاقة هي مصدر الطاقة للجسم بس بنسب معينة عشان أقدر أواكب أواجار المواجين اللي بتبقى معينة والنسب دي بتتحدد من قبل المدرم أو الكوتش أو اللي معنا أو الدكتور بتاع التغزية اللي موجود معنا دي شيء أساسي دلوقتي حتى مع تطور العلم وتدريب الأكل ده شيء أساسي تغزية وتمرين ونوم دول أهم ثلاث حاجات للرياضي أسأل بقى حضرتك طبعاً أول بطولة دي بتبقى حاجة قوية جداً وليها كده يعني صادع عند الإنسان ما بينسهوش طول عمره دي كانت في 2015 في إندونيسيا مظبوط كده وكانت وزن فوق التقيل طب حضرتك بقى قولي إحساسك بقى لما أخدت البطولة دي كان إيه شعورك بقى طبعاً ما فيش حد وصل للقمة إلا لما ورأت قصة معاناة كبيرة جداً هو مر دي إيه الصعبات اللي وجهتك إيكبت هو الصعبات أولاً أنا مثلاً بجيب أول وثاني جمهورية من 2006 ما شاء الله ده على ما دخلت المنتخب 2013 خط وقت طويل أخش تصفية أرى ومجهات نظر مدير فني مش عارف إيه الكلام ده كله على ما دخلت المنتخب رسمي يعني الناس شافت بقى أن أنا ده يعني خلاص نشوفه كان 2013 طبعاً كل ده أنت بتمر بمراحل وبيشوفوك وتدريباته طبعاً وترعب بالمطولة والمسم اللي بعد وأرجع أتمرن وخيبات أمل كثيرة ووازعل وحزن وقصص كثيرة وفي الآخر بأرجع تاني وأكمل تاني للمسم اللي بعد وهكذا وهكذا لما دخلت المنتخب 2013 كانت لسه في البدايات في جيل طبعاً أكبر مني هما لعب البطولة وأنا بيعدوني لأنك تهيأ لها لأنه تبقى خذت طويلة المدنة لأن اللعبة صعبة فعشان تجهز لعب الزبط لازم يكون فيه طبعاً يا فن يعني أنا كنت حزين لأن أنا مثلاً في 2013 كنت كذبان البطل اللي سافر مكاني كسبته في التصفيات هنا فطبعاً المديري الفني بتاع المنتخب خده هو ما خديش أنا كان ليه وجه نظر فان وهو كان ساعتها جاب مديريا برونس السنة اللي بعديها مباشرةً خدنا أنا ومفروض كنت خلاص مسافر في سنة 2014 حصل لكسر كبير جداً قبل السفر بأسبوعين قبل السفر بأسبوعين حريك على الفحلمي بأحلم بيه سنين عمري طبعاً يا توقف كلا فجأة كان الموضوع بالنسبة لي صعب جداً لدرجة لأنني كنت ببص على بالناس ماشية في الشارع أنا هعرف أمش على رجلة تانية ولا أقا من كتر ما أنا حزين والحمد لله في خلال سنة كان كسر كبير جداً بس في خلال سنة الحمد لله قدرت وسفرت البطولة بعدها ويجبت أول عالم ماشاء الله فحتى ساعتها المدرب قال لي هو نصي انت 2013 كسبت وما سفرتش كنت جاهز أنك تسافر 2014 وحصل لك إصابة كرم كبير لأننا أول لاعب في تاريخ اللعبة بتاعتنا يسافر من أول بطولة عالم يجيب أول مديريا ده ماشاء الله يعني كان الأغلب بيجيب برونزو لكن أنا من أول بطولة في مرحلة العموم فمن بعدها بدأت تتولى الإنجازات دي حاجة جميلة طيب قولي بقى بعد ما ربنا أكرمك وكان إحساسك أكيد شعور مختلف من اللي كان معك بقى سعيدة يا كابتن معتس الشعور مختلف في البطولة من مقربين منك ومين أول التليفون جاء لك قال لك أو الكتش بتاعك نفسه لما قابلك تحت فيل هو لا هناك صورة هنا الكتش أنا هو جري عليها شايلني في دم الصور الموجودة فرحان بي أنا اللي شيلته أنت اللي شيلته يا نهر أبيض لأنه مش مش هيا أنا اللي شيلك فهو حتى من الفرحة طلعلي على الرينج فوق وشلن بس بعد كده بقى طبعا ساعة النشيد الوطني لما كان بيتعزف والعالم مصر مرفوع أنا بالنسبة لي يعني أنا كنتش تخيلة أنا هتأثر كده بكيت يعني آه يعني لا مش فكرة بكيت بس أنا أنا نشيد الوطني بسمعهم بشت الكورة ما بحسش أنه بيسيق إلا لما مسك أنت شخصيا بالضبط بالضبط يعني أنا واقف على المنصة كان قابلية حتى زميل لنا جاب من ديليا دهب في الفريق عندنا في الجزء إحنا عندنا شقين شق قتالي اللي هو السندة وشق تاني استعراضي الأسليف عندنا ولد جاب من ديليا دهب فشفت حتى العالم بيترفع بس ما تأثرتش ما تأثرت زي ما إلا زمان أنا كنت واقف على المنصة والنشيد بيتعزف الموضوع فعلا حاجة قوية قوية جدا جدا أما رجعت بقى مين من الأهل أول ناس قالوا لك والد الله يرحمه كنت لسه متزوج فكان والد الله يرحمه أستقبلي وأخويه وأصدقائي الناس المقربين عارفة طبعا إعلام الرياضة والغياب عن الألعاب القتالية بزيت أو الألعاب الفردية اللي هي بتسمية الألعاب الشهيدة فدي كانت من ضمن الصدمات يعني أنا راجع ومتخيل أن الموضوع هيبقى لي صادق كبير وما كانش لي صادق كبير خالص وده رغم كده ما وقفنيش يعني السنة اللي بعدها أنا بطل عالم خمس سنين ما شاء الله فالسنة اللي بعدها حققت واللي بعدها أنا ده ترجط وده لا ده هتكلم معاك في فكرة الإسرار على أن الواحد دايما ما ييقس وأنه مهما تعرض لصعوبات وكبوات أنه يحط ده وأن ربنا هيكرمه